فنروح لي أكرم توفيقة أكرم توفيقة كريم قبل ما روح للحالات وإين اللي عمله أكرم طفل أنا كنت بإسى سألك لأこう thermometer يلا إلي 분ع تبنا بس أنت جاهز بهذه أكرم توفيقة أكرم توفيقة كريم ناس كتير تكلمنا هنا وناس كاتما استغربها , يعني ماذا روي فيتوريا Summit يسأل على العيد اجمال قلتلك هنا يسأل سواريش أول ما تولى المسئولية روي فيتوريا على أكرم توفيقة لأنه أرى فيديوهات لكل اللاعبين وبعده انتبه حالته بعد ما تم تغيير الجهاز وسأل كلها عليه وكان مبسوط جدا انه لقى اكرم توفيق كان فيه كلام كتير جدا انه هو معجب بعمر جابي عمر جابي اللعيب كبير لكن هو كان الكلام كله وكلام طالع من معسكر المنتخب ان اكرم توفيق قلت لك هنا يا كريم قلت لك ان اكرم توفيق واحد من اللعيب اللي منتظرهم روي فيتوريا بشدة لانه لعيب قادر يملى المكان ده لوحده في اطار مين اللي بيلعب قدامه والناس دايما تفكر في دور محمد صلاح هنشرحه بعديها ايه اللي بيعمله محمد صلاح دلوقتي مع روي فيتوريا يخلي اكرم توفيق ده لازم لازم يتعمل له تمثال في المكان ده ليه مش عشان هو بيعمل حاجة محدش بيعملها قبل كده او متعملش احمل فتحك احيانا بيزر بنفس الشكل لكن لان محمد صلاح واخد ادوار تانية بعيد تماما عن التغطية فالرجل ده تسعين دقيقة بيتعمل عليه دبلة بيتعمل عليه اتنين اللعيبة على واحد تسعين بيئة حمد صلاح كان منزل وسط الملعب لان عنده ادوار تانية هنشرحها تفصيلات اكرم توفيق طول المباراة بيتلعب عليهم بيانيك كراسكو وإدن هزارت لان اللعيبة كبار جدا مش محتاجة اتكلم عليهم يانيك كراسكو المفتاح الاول للمنتخب البلديكي في 2018 وكان عامل مباراة مزعج جدا يانيك كراسكو لكن لما تجي تفرج على الحالات وهنا انا بديقلك بحالة يا كريم بص على رجلين اكرم توفيق اكرم توفيق ما بنزلش على كعوبه الناس احيانا هو ليه اكرم توفيق مميز او في الوحد على واحد ليه لما لعيب ياخده فنتو ويرجع تاني تلاقي اكرم معاه لان اكرم ما بنزلش على كعوبه اللعبي اللي بنزل على كعوبه سهل قوي يترقص اكرم دايما تلاقي رجلين إتنين مرفوعين رجلينه في حالة حركة دايما على مشت الرجلين بص هنا بص على الكرة دي اكرم الكرة انا عارف سراب شاطح قوي لكن اكرم دايس على وش الاثنين. وش الرجلين الاثنين وقعوبه الاثنين مرفوعة. ليه? علشان يعرف تحرك. خش على الفريم اللي بعده عشان اقول لك. الراجل ده يانيكا الراسكو لعب. لعيب مهاري جد. اللي عارف هو يطلع على برا. واحيانا في اللقطة اللي بعدها بيطلع على برا. واللقطة اللي بعدها يرجع خش الجو. كمل الطايمينج. الطايمينج. بتاع اكرم كان ممتاز. اللقطة اللي بعدها. الالتحامات البدنية والواحد على واحد مع العيبة بتلعف في المستوات ده كريم. صعب جيد. الناس متخيلة ان هي عافية. طبعا. هي مش عافية ما هو عافية هيتحيس بعليفها ولاد. الراجل بيخش وبيلتحم وبيحط رجل بيحط جسمه في المكان الصحي عشان اخده كورة. لدرجة ان يانيك راسه ومناش حل راح ضربه. مرة واثنين واذن هزر ضربه في وسط الملعب. اكرم قادر انه يجمع ما بين القوة واللي كان بيولام احيانا ان اكرم لازم يخلي باله على نفسه ويخلي باله من القوة الزائدة. اكرم توفيق بيقدم نموذج ونسخة قوية جدا للشكل الدفاعي للظاهير الايمن. خاصة لما يكون ليلعب قدامه نجمز محمد صلاح. مش مطلوب منه. هو مش مقصر محمد صلاح فيه. هو روي فيتوريا ما بيطلبش منه انه يرجع. معتمد تمام. وده كامل السقة اللي بيديها روي فيتوريا لأكرم توفيق. كمل الفريم اللي بعده عشان الوقت. الفكرة بانيك كراسكو بيعمل ايه? وايه ميزة اكرم? الاولانية. قلنا ان الرجل ما بنزلش على كعوبه. الرجل دايما جاهز للفنت مرة واثنين. فهنا يانيك كراسكو المرة الاولانية عملها البرة. خدها اكرم. المرة التارية عمل ايه? خدها اكرم برضو. لما دخلوا جوه الملعب راح واخدها. كمل الحالة اللي بعدها. هنا. بص بص كريم هنا. لاني دي هتتكرر مرة واثنين وتلاتة. وهناخده مع السريع عارف عشان الوقت معك. بص يا كريم. احنا هنا قفلين. بنلعب اربعة نارو. دايقين. بندايق الاربعة شوية عشان ما يحصلش اختراقات. لان انت لو فاتح الملعب وعمل استريتش. وعندك ميشي باتشواي ويدن هازر. في ثانية الباس ده هيتعمل. وحصلت وغلطنا واحدة اللي جات في العرضة. في ثانية هتغلط الغلطة. طب ايه اللي حصل هنا بتعمل نارو بالدايق? بص بقى اكرم يعمل ايه في الفريم اللي بعده? اكرم والزر الايمن. هات اللي بعده اه. اللي بعده. الفريم اللي بعده على طول. بص اكرم داخل راح مرحل جوه. اكبر. يعني كراسكو للمرة الرابعة. حشان كده المعلق الاماراتي على المباراة اشت كثيرا باكرم توفيق. وكان بيأكد ان كراسكو مش عارف. مش عارف. داخل جوه الملعب مش عارف. طلع برا الملعب مش عارف. هنا ده الترحيل. وحاجة يا كريم بيسموها في الكرة الانتسيبيشن. توقع الغلطة. توقع الباص. توقع الخروج بالكرة اللي عمله. يعني كراسكو في الكرة دي. خدها اكرم اكبر. يعني كراسكو للمرة التالتة في المباراة. وحنا لسه في شوط المباراة الاول. انه يعمل فاول على اكرم توفيق. اللي هو المفترض ان اكرم هو اللي بيدافع على يعني كراسكو. الفريم اللي بعده. هنا التاكلنج كالعادة بدون فاول. تاكلنج نظيف جدا. جدا. وهذا ما اكتسبه اكرم توفيق من توالي المباريات مع النادي الاهلي. اللي بعده? عشان السرعة. عمل التاكلنج وبعدها وبعدها. بعد ما عمل التاكلنج. وحصل عليه الدبلة بالمعتاد طول المباراة. باص. نظيف جدا. في مساحة لمحمد النيني وخرج بالكرة. اللي بعده? عشان في اهم لقطة في المباراة. كمل تاني 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 تاني. فريم. تركيز تاني. الرجل مش نزع كعمل. برضو يا كريم. يا نيكا راسكو. فقد الامل انه يطلع من على الخط. رجع للمرة الرابعة من جوه برضو اتخدت منه وخده اكرم توفيق. اللي بعده? اللي بعده? تاني. الفريم اللي بعده? ده الاستخلاص والباصل محمد النيني. ايه اللي بعده? اللي بعده? اعظم ما قدمه اكرم توفيق في المباراة. امم. لو تركنا احنا بنعمل ايه بنعمل ترحيل. وبنضيق المساحات. هاي. علشان ما نضربش. بص انت شايف اه كريم. الرباعي اللي وقفين ورا دول يا كريم. الرباعي بتاخر اربعة في الصورة. لابسين احمر. دول الرباعي بتوع الخط الخلفي بتوع منتخب بصر. امم. انت بلاحظ ايه في مساحة? ناحية اليمين. امم. لكن خلاص اتجاه الكورة. هتتحط في العمق للعيب اللي بيعمل. مين اللي نازل معه بقى يا كريم ده? اخر اللعيب في الصورة من فوق. اه. ده اكرم توفيق. نازل مرحل. اللي فوق ده? لا لا لا. اللي في الاربعة. الاربعة اللي على خط واحد. اه. الاربعة. 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 هو بص بص. بداية التحرك بتاع اكرم. والكورة لسه في وسط البلعة. وبقى انها هتتحط. كروس جول 18. كروس طولي جول 18. كمل. الفريم اللي بعده. الفريم اللي بعده. التوقع. كمل الفريم اللي بعده. قطع الكورة. كمل الفريم اللي بعده. خرج اكرم توفيق بالكورة. من اقصى اليمين لا اقصى اليسار بتقطيع عكسية. ثم قطع. ثم مروغة. ثم تمريرة سليمة وخروج بالكورة. بالشكل ده. من مركز الزاهر الايصر. وهو المركز. وهو الزاهر الايمين. افضل لقطات اكرم توفيق في المباراة. وعي تكتيكي كبير جدا جدا من اكرم توفيق. ايه. يستحق كل الاشياء ده. في مباراة بالحجم ده. مع منافسين بالحجم ده. ده واحد جاي من قطع في الرباط الصديبي من شهر ونص تقريب. ما شاء الله. عشان الناس ولا بيخش ايه. ما شاء الله. اه. ما شاء الله. ربنا يا رب يحفظه. ربنا يا رب يحفظه ويحميه. من شهر ونص. انا بس بكالي. انا ليه قلت كده مش عشان لا قطع الله. اه لا طبع. اه لا طبع. بكالنا من الاحترافية. انه جاي جاهز. انه جاي بيلعب. دايما اللي بيجي من اصابة بالرباط الصديق يقول لك ايه. خايف. استنى عليه سنة. طبع. عشان لسه خايف. ورجله سنة. لا يقول لك اسبر عليه سنة بقى. مش اللي هو اسبر عليه شوية. اسبر عليه سنة. اكرم طفيقة. اكرم طفيقة كريم بهذه الروح. ربنا يا رب يحميه رب. رجع بعد ست شهور بالزبط. ما شاء الله رجع بعد ست شهور. وكان بيرجو المسؤولين في النادي الاهلي ان هو يشترك. انهم انا كويس. انا قادر يلعب. وتمسكه تماما انه ياخد فترة التسعة شهور. وما يرجعش نهاية المسلم الماضي ويرجع للمسلم ده.